بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي وكنا قد حدثنا عن نشاطة التعلم في الكفاية الاملائية في الدرس الماضي ونستكمل أيضا نشاطة التعلم وكنا الهدف في هذا المنهج وفي هذا الكتاب هو التطبيق لما تسبق وأن درسته سابقا سواء في الكفاية النحوية أو في الكفاية الملائية أو في الكفاية القادمة التي استأتي بإذن الله في هذه الوحدة نحن في الكفاية اللغوية الثانية في الوحدة التدريبية الثانية في الكفاية الاملائية بعنوان التطبيق الاملائي هو الهدف التطبيق الاملائي الهدف التدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تنشئ فقرات ونصوص دون الوقوع في أي خطأ املائي موظفا علامة الترقيم وملتزما بعراف الكتابة أيضا تلقي نصوصا مراعيا مواطن الوقف وسلامة التنغيم أيضا تصلح الأخطاء الإملائية والترقيمية في أي جملة أو نص يعرض عليك أيضا تميز بين همزتي الوصل والقطع نطقا وكتابة أيضا تحدد الحروف التي تزاد أو تحذف من الكلمة والكلمات التي توصل أو تفصل وأخيرا تعلل رسم بعض الكلمات بالصورة المعطاة في كلمات معينة سواء كانت تتعلق بالهمزة أم بالألف مصطرفة أم بالحذف والزيادة أم بالوصل والفصل هذه هي أهم الأهداف التدريبية التي تعلق بهذه الوحدة وصلنا إلى التدريب الثاني عشر وهنا وقع في النص الآتي عدد من الأخطاء الإملائية هنا يريد منك أن تحدد الأخطاء الإملائية والترقيمية صوبها صوب هذه الأخطاء وناقشها مع زملائك ثم اكتب فقرة قصيرة تشرح الدرس الذي تعلمته من القصة قوة التحكم في الذات لبراهيم الفقي كانت نادية مشهورة بعمل السمك المقلي وفي أحد الأيام دعت صديقتها نبيلة على العشاء وطلبت منها أن تحضر إعداد الأكلة فترى طريقتها الرائعة التي تطه بها السمك لكي لا تنساها ولم تنسى أن توصيها أن لا تخبر بها أحدا فبدأت نادية بقطع رأس السمكة وذيلها طبعا هنا المسكة ثم رشت الدقيقة عليها ووضعتها في الزيت المغلي سألت نبيلة صديقتها ممن تعلمتي هذه الطريقة ولما قطعت الرأس والذيل فقالت نادية أنا لا أعرف بالضبط ولكن هذه هي الطريقة التي تعلمتها من أمي فطلبت منها نبيلة أن تتصل بأميها لكي تعرف السر في ذلك وعندما سألت نبيلة والدة نادية عن السر قالت لها أنا لا أعرف بالضبط لكن هذه هي الطريقة التي تعلمتها من أمي منذ أكثر من أربعين سنة عندئذ زاد حب الاستطلاع لدى نبيلة وسألت الأم إذا كان من الممكن أن تتصل بجدتي نادية حتى تقف على السر في هذا وعطتها الأم رقم الهاتف واتصرت بالجدة وقد زاد شغفها بمعرفة السر وراء قطع الرأس والذيل ولما ردت الجدة على المكالفة شرحت لها نبيلة الموقف وطلبت منها معرفة السر فضحكت الجدة وقالت لا يوجد هناك سر ولكني كنت أضطر لقطع الرأس والذيل لأن الوعاء الذي كنت أقلي فيه السمك كان صغيرا ولا يمكنني وضع السمكة كاملة فيه ما الأخطاء؟ ونحن تقرأ وأن تقرأ وأن تقرأين بمكان بالتأكيد أنك قد اكتشفت أخطاعا في هذا النص في البداية أحسنتم في البداية لاحظ هنا كانت نادية طبعا هنا النقطة خطأ النقطة في عام الترقيم كانت نادية طيب أيضا إعداد الأكلة والأكلة هنا بالتأ وليست بالهاء بالتأ المربوطة الأكلة بالتأ المربوطة أن تحضر إعداد الأكلة جميل أيضا لكي لا هنا كي ولا مفصولة مفترضا تكون متصلة في الوصل والفصل لكي لا جميل أيضا من الأخطاء أن لا أيضا هنا أن ولا والاتصال أن لا أيضا هنا المسكة خطأ وأنا قرأته أيضا بقطع رأسي المسكة أصلها السمكة لكن هنا في قلب السمكة والمسكة لاحظ سألت نبيلة طبعا هنا علامة التنصيص الأصل أن تكون علامة إما بين علامة قوسان أفضل من أن تقول أو تكون سألة نبيلة مباشرة بدون قوسان أن هنا أو التنصيص يكون إذا كان نص مقتبس كما عرفت طيب من من أيضا هنا فيه وصل من من تعلمتي من ومن اتصال حرف الجر بمن؟ الاستفهامية ويجب حذف هنا أحد النونين أيضا ولماء هنا لما ما الاستفهامية عند اتصالها بحرف الجر تحذف فيها الألف ألف الاستفهام لكن تبقى في الموصولة وهذا أيضا من الدروس التي سبق وأن أخذناها ولماء ولماء قطعتي جميل أيضا هنا ولماء قطعتي الرأس والذيل وهنا علامة استفهام وليست علامة تأثر سؤال لما قطعتي هنا علامة استفهام أيضا هنا أنا لا أعرف بالضبط هنا علامة تأثر تكون هنا أيضا لكن هنا زيادة الألف والأصل أن تحذف الألف لكن تكتب بدون ألف جميل عندئذ عندئذ وعندئذ هنا أيضا تتصل الكلمتان عندئذ وحب الاستطلاع لدى هنا من الأسماء المبنية المستثنى التي تكتب بألف على صورة يا منقير منقوطة وليست ألف على صورة ألف قائمة أيضا ولكني أيضا لكن هنا في خطأ صغيرا عندما كنت صغيرا وهنا أيضا من التنوين كان السمك كان صغيرا ولا يمكنني وضع السمكة كاملة فيه جميل لاحظ هنا هذه الكلمات أو هذه هنا يقول في الأخطاء الملعية هو الترقيمية الترقيمية مقصود بها أيضا علامات الترقيم علامات الترقيم جميل هنا ما الدرس الذي استفدته من هذه القصة هنا سؤال ما الدرس الذي استفدته من هذه القصة يقول هنا اكتب الدرس الذي استفدته من هذه القصة ما رأيكم اكتب ما تريد أو اكتبي ما تريدين هنا ما الدرس الذي المستفاد من هذه القصة جميل هنا تقول مثلا أن الإنسان يجب أن يبحث عن الحقيقة في هنا الحديث عن حقيقة ولا يكون مقلداً لآخرين دون وعي هنا تقلدت أمها مثلاً أربعين سنة ثم اكتشفت أن السر أصلاً في قطع الرأس والذيل أن الوعاء كان صغيراً فقط ولا ليس هناك سر إذن بمكانها كانت تطهو أو تقلي السمكة بدون قطع لرأسها أو لذيلها لكن هنا درس مستفاد من هذا القصة للإنسان يجب أن يبحث عن الحقيقة ولا يكون مقلداً للآخرين دون وعي جميل هنا ثالث عشر يقرأ الفقرة الآتية قراءة جهرية مراعياً سلامة الضبط وصحة الوقفات ومناسبة التنظيم ثمرات الأوراق كان أبو العلاء المعري يتعصب للمتنبي فحضر يوماً مجلس المرتضى فجرى ذكر المتنبي فهضم المرتضى من جانبه فقال المعري لو لم يكن لأبي الطيب إلا قوله لك يا منازل في القلوب منازل لكفاه فغضب المرتضى وأمر به فسحب وأخرج وبعد إخراجه قال المرتضى هل تدرون ما عني بذكر البيت قالوا لا والله قال عني به قوله أبي الطيب في القصيدة وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل المعري يقصد لك يا منازل لا يقصد البيت وإنما يقصد البيت في القصيدة يقصد هذه القصيدة وفهم المرتضى لذكائه ودهائه فهم أنه يقصد هذا البيت لأنه كان يذم المتنبي قالوا إذا تدكى مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل هنا يقول أكتب فقرتين في وصف الصورة ولحظ هذه الصورة وكتبت أيضا هذه الفقرتين مراعينا الصحة الإملائية والدقة في مواضع علامات الترقيم هنا الدقة وصحة الإملائية في وضع علامات الترقيم هنا التعلم والتعاون التعلم والتعاون هي مجموعات تعليمية تعاونية ثنائية يقوم بها المدرس بتشكيلها وحاولا قدر الإمكاني أن يجعلها مجموعات غير متجانسة غير متجانسة ومن المتعارف عليها أن التعاون يبدأ بالتخطيط والتنفيذ للدروس بتعاونية رسمية وفي هذا النوع من المجموعات يعمل الطلاب مع المدة تتراوح ما بين حصة كاملة وعدد من حصة تنفذ على مداري أسابيع وذلك لتحقيق الأهداف التعليمية المشتركة والعمل معا على الإنجاز المشترك المهام التي يكلفوا بها وبعض المعلمين لا يستخدموا المجموعات الثنائية بما يشكل طلابهم بمجموعات ثلاثية أو أرباعية لأن المجموعات الثلاثية غير محبثة أحيانا لينأحد الطلاب الثلاثة غالب وينجد من يتحدث معه وهنا أيضا باختلاف ترك المجموعات في القيام في هذا التعلم هنا يقول واكتب فقرة أو فقرتيني في وصف الصورة مراعيين الصحة الإمنائية الصحة الإمنائية في كتابتك أيضا ودقة علامة استرقيم هذا هو الهدف أن تكون في كتابتك الصحة الإمنائية وكذلك دقة علامة الترقيم هنا يقول سجل من الذاكرة هنا أريد منك أن تسجل أنت من الذاكرة أكتب ما تريد سجل من الذاكرة أكبر قدر ممكن من الكلمات الممثلة للظواهر الإمنائية همزة مصطرفة على الألف أكتب من ذاكرتك ما تحفظه أو ما تتذكره من همزة مصطرفة على الألف وكذلك همزة متوسطة على الواو أيضا أكتب أيضا أريد منك أن داتي بألف متصرفة على صورة يا ألف متصرفة على صورة يا أيضا كلمات يجب وصلها يعني هي منفصلة لكن يجب فيها الوصل عند الكلام هنا في بداية همزة متصرفة على الألف ما رأيك أو ما رأيك يكتب سجل ما تريد من الذاكرة همزة مصطرفة على الألف جميل هنا لاحظ همزة مصطرفة على الألف مبدأ مبتدأ خطأ ملجأ مرفأ وإمكانك أن تأتي بكلمات أخرى كل كلمات همزة مصطرفة معنى أتت في آخر الكلمة وكانت هي على الألف وهنا لاحظ كتبت على الألف سواء كان ما قبلها طبعا همزة مصطرفة تم عرفت لا ينظر إلى حركتها ولا ينظر إلى حركة الحرف الذي قبلها لذا كتبت هنا على الألف وأن ما قبلها مفتوح طيب همزة متوسطة على الواو جميل أحسنت مؤمن مؤمن والهمزة متوسطة كنا ينظر إلى قانون أقوى الحركات أيضا ينظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها أحسنتم مؤنس ومؤذن ومؤدب هنا لاحظ هنا كتبت الهمزة كلها على واو لماذا؟ لحركة الهمزة أيضا لأن هنا الضمة لحركة الضمة إما الضمة والفتحة والضمة والسكون هنا الضمة والفتحة والضمة والسكون ويكون هنا الضمة أقوى لذلك تكتبت هنا الهمزة على واو الحمزة على واو طيب ألف مصطرفة على سورةortيا ألف مصطرفة على سورةيا في آخر الكلمة نقول أيضا المصطرفة لا ينظر إلى حركته وأنهasype من ينظر إلى حركة الحرف الذي قبلها جميل هنا ألف مصطرفة يحيا على صورة يسعى تولى وعلى صورة يسعى غير منقوطة استعلى كبرى ومنتدى كل هذه ألف مسترفة على صورة يسعى غير منقوطة وقلنا كيف تكتب إذا كانت سواء فوق الثلاثي أو إذا كان أحرف بحسبه هنا يسعى تولى واستعلى وكبرى ومنتدى كلها زايدة على الثلاثة وهذا يحيى أيضا من الأسماء الأعجمية لكن اسم مستثنى مثل عيسى وموسى وبخارى ويحيى طبعا أيضا تفرق بينه وبين الفعل يحيى وأن الفعل يحيى إذا كانت ألف قائمة سجف الفرق والاسم يحيى وكتبه على صورة ياء غير منقوطة كلمة يجيب وصلها هنا كتبت تا بالتا كتبت ساعة إذن علامة على وما هنا بالاستفام كتبنا أيضا تصد بالضمير كتبنا هنا بعلبك هنا أيضا أصلها بعل وبك لكنها اتصلت وأصبحت كلمة واحدة لكي لا وليتما هنا الكلمات تتصل سواء كانت تصلت بها بضمير أو بأسماء أو بحروف جميل لاحظ كتبتها ساعة إذن وعلامة وكتبنا وبعلبك ولكي لا وليتما ولكي لا وليتما هذه كلها إذن هنا همزة مسترفة على الألف همزة متوسطة على الواو وهمزة مسترفة لها وكلمات يجب وصبها هنا وجه رسالة واكتب ما تريد لك أنت يقول وجه رسالة لأحد المعلمين أو أحد المسؤولين عن التعليم عبر فيها عما تريد مراعيا سلامة الإملاء والدقة في استخدام علامات الترقييم اكتب في أوراقك الخاصة أنت ثم أطلع معلمك وأسمع زملائك ما كتب بإمكانك أن تكتب وزميلك أيضا يكتب وزميل الآخر يكتب وهكذا وجه رسالة وجه ما تريد إلى معلمك أو إلى أحد المسؤولين عن التعليم واكتب طبعا أنت تكتب الهدف من الكتابة التعبير وذكر ما في خاطرك أو في ذهنك وما تريد أن توصله من رسالة إضافة إلى أنه وهو الهدف الأهم تطبيق علامات الترقييم والسلامة الإمنائية أنت عرفت السلامة الإمنائية وعرفت أيضا الوصول بالحذف والذكر وزيادة وعرفت أيضا المواضع التي يجب فيها وضع علامة الترقييم وعرفت الفاصلة والنقطة والتأثر واستفام إلى آخرهم مثلا لاحظ هذه رسالة لأحد زملائكم وسنقرأ منها نقول معلمي الكريم وهذا المرسل إليه طبعا في مداية أن تكتب المرسل إليه ما هي إلا أشهر قليلة وأكون قد أنهيت هذا المستوى من حياتي التعليمية وبدأت مستوى جديد في هذه اللحظات تدور في ذهني تساؤلات عديدة هل استفدت كما يجب بهذا المستوى؟ ماذا أنجزت فيه؟ هل قصرت؟ هل كان بإمكاني أن أستفيد أكثر؟ في الحقيقة لقد استفدت كثيرا ولكن كان بإمكاني أن أحقق المزيد لأن الهدف من التعلم هو معرفة أساليب التفكير والبحث عن معلومات ومعالجتها وتحليلها والتوصل إلى استنتاجات وحقائق جديدة أما ما تعلمته فعلا فهو أن المعلم هو الإنسان الذي يريد لنا كل خير فيزودنا بخلاصة علمه وتجاربه وخبرته الإنسان الذي ترى فرحه فرحة الإنجاز في عينيه عندما يتخرج طلابه معلمي لك أعظم عبارات الشكر والتقدير والإمتنان طالبك المجد لاحظ هنا مرسل إليه ثم العبارة هنا كتبها وفيها علامة استفهام علامة ترقيم وفيها أيضا فاصلة وفيها فاصلة منقوطة هنا سبب ونتيجة أيضا هنا فيها نقطة نهاية فقرة ثم بداية فقرة جديدة ثم المرسل الذي أنهى هذه الرسالة وهذا هو الهدف أن تكتب وأن تريد أن تكتب ما تريد أو اكتب ما تريد بما ترى ثم أعرض ذلك على معلمك وهذا هو الهدف من الكتابة حتى تعرضه بصورة يجمع فيها علامة ترقيم والأساليب الإملائية والدقة في هذه الاستخدام هنا أعمل مع أحد الزملائي قم مره بدور مملي ومره بدور المملى عليه سواء أنت تملي أو يملى عليك حاول أن تملي علي زمليك كلمات وجملاً صعبة الكتابة ثم صحي أخطائه ودعي صحي أخطائك أكتب ما يملى عليك أو ما يملي عليك زميلك هنا أكتب ما يملى عليك مثلاً أملي عليك زميلك ونقول أن علامة ترقيم تنظم الكتابة فالموضوع مكون من فقراته وفقرات مكونها من جمل والجمل مكونها من كلمات وحتى لا تختارط الكلمات أو تتداخل الجمل والعبارات فكان لابد أن يوجد علامة الترقيم ففي وجودها يتحقق التناسق والإنسجام بين فقرات الكلام لأن القارئ لم يحظى برؤية الكاتب وسماع نبرات صوته وحركات يديه هنا كانك تكتب ما تريد هنا بعد ذلك أن تتصحح أخطائك وهو يصحح الأخطاء التي قد مر بها وهذا هو الهدف دعه يصحح أخطائك أو يصحح أخطائه ودعه يصحح أخطائك بمعنى أنك أن تنظر إلى أخطائه وتصححها وهو ينظر إلى أخطائك ويصحح تلك الأخطاء وهذا أجعلنا معرفة الأخطاء وكلهم يعرى خطأ الآخر وكلهم يعرى خطأ الآخر بعد ذلك بإمكانك أن تعدل ذكر أخطاء وأن تعرفها في تمييزها ثم تفهمها وهذا هو الهدف في الإملاء وأيضا بعد ذلك سيأملي وأعلمك عليكم كلكم أيضا هذا الإملاء وفي تطبيق علامات الترقيم وفي معرفة ذلك هنا يقول تبادل أيضا كتبك وراستك معدل من زملائك ودعهم يصلحون أخطاءك الإملائية واصلح أخطاءهم ثم لأخص الجدول أكتب الخطأ ثم الصواب طبعا أكتب نماذج من الخطأ ثم الصواب سنكتب نموذج أو أكثر من نموذج ما تريد ثم خطأ ثم صواب بعض الكلمات معنى أن تخذ الدفاتر وكراسات وكتب وكراسات الزملائك ثم أكتب الخطأ ثم أكتب الصواب والأخطاء المتواردة والمتعارف عليها والأخطاء التي دائما تأتي وتحصل عند الطلاب ونقول مثلا بعض الأخطاء اختبار مثلا هنا في خطأ ما الخطأ؟ أنها كتبت بهمزة والأصل لا تكتب بهمزة أحسنتم أيضا خطأ آخر مثلا إن شاء الله وهنا أيضا كتبت متصلة والأصل أن تكتب متصلة إن شاء الله وهذا أيضا خطأ متوارد عند كتاباتي الطلاب أيضا لو قلت مثلا هذا من الأخطاء بالأصل أن تكتب بدون ألف وهذا عرفتها أيضا في حلامته وفي الدروس أيضا أنتي أنتي وأن لا تكتب هنا بها وأنما الأصل أن تكتب بكسرة تكتب بكسرة ولا تأتيها وليأ خطأ أيضا مجيئها أيضا هنا يبدأ والأصل أيضا أن تكتب بالهمزة فوق الألف يبدأ والهمزة فوق الألف أيضا من الأخطاء المتكررة عند أغلب الطلاب في كتاباتهم أيضا هنا قرأه قرأه قراءة لو قلت قرأة لو قلت أنا قرأتها قرأة لكن هو يقصد مثلا أنه كتبها بهذه الطريقة يقصد قراءة والأصل أن يكتب قراءة بهذه الطريقة قراءة لكن أحيانا بعضهم يكتبوا بهذه الطريقة هذه بعض الأخطاء التي وردت في دفاتر الطلاب يمكنك أن تعرف بقية الأخطاء التي وردت أيضا وممكنك أن تعدى ترك الأخطاء هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين